نبتدي حلقتنا بالأخبار يمكن أخبارنا عن كرة اليد بنطمنكم على فرقنا فرقنا ماشي كويس جدا 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 فوزنا الحمد لله على طلاق الجيش وهلوليدو في دور كرة اليد وخلي بالكم الدور الدور ده دور ترتيبي فوزنا في كل المبارات ويمكن أول مباراة كانت احتكاك قوي أو اختبار قوي بعد مباراة الزمال كان نادي طلاق الجيش الحقيقة نجحنا الحمد لله نفوز على نادي طلاق الجيش 32-28 فرق 8 أهداف وده بيدل الحمد لأن فرقتنا بتتعاف وفاز الجمعة اللي فاتت أيضا على هلوليدو بتناديجة 43-28 فرق سكور مرتاح اللعيبة بدأت تخش المصابين بدأوا يرجعوا الدنيا أحسن في فريق كرة اليد وعايزة طب منكم أيضا أن دي فترة ترتيبية هنقعد فيها دي هنقعد فيها كتير لسه كتير لسه بعد كده الدور هيقف عشان هنروح بإذن الله بطولة أفريقيا في إعداد للمنتخب كل ده الدوري هيتحسن في شهر إبريل وشهر ماي القادم فكل ده احنا كل هدفنا وزا ما شفنا مع كابتن أشف عواض وكابتن طريب أحروسنا مكان معنا مداخلة الهدف كله هو ترتيب البيت من الداخل المصابين ترجع الاحتكاكات القوة الالتحمات تجهيز اللاعبين فنيا نفسيا كل ده اللي شغلنا دلوقتي وبنطمنكم مع الفريق الحمد لله الفريق ماشي كويس زي ملت حدوكم مفيش غل مباراة واحدة خسرناها من الزمالك وبرضه أنا بعيد وزيد مع فريق كرة اليد أنا عايز يعني أسترسل شوية في الموضوع ده معلش استحملوني زي ما حضركم عارفين وأنا قلت في البداية النادي الأهلي لا يؤمن عن سياساته مش هيطلع النادي الأهلي ولك والله أنا سياستي مع كرة اليد كذا أو سياستي مع النادي في كرة السلة كذا لا مش هيقول كده بس أنت تستشفها من خلال التصرفات والتعاقدات النادي الأهلي تبنى سياسة مع كرة اليد وهي بناء فريق طيب أنا لما جابني فريق أكيد عندي مرحلة إحلال وتجديد طيب هل أنا مطالب بأخذ بطولات في المرحلة دي؟ أيها مطالب مطالب أن أخذ بطولات وده النادي الأهلي حتى لو فيه إحلال وتجديد جماهيري النادي الأهلي دائماً أبداً بتطالب يجب بطولات بالفعل إحنا خدنا بطولات إحنا من السنة اللي فاتت في هذه السياسة سياسة الإحلال والتجديد وبناء فريق كسبنا بطولة كأس السنة اللي فاتت كأس الكوس الأفريقية بداية السنة يعني خدنا بطلتين من المجمع القديم من دوري وكأس وسوبر أفريقي وبطل الكوس خدنا بطلتين من أربعة يعني الحمد لله بنكسب بطلات طيب بنجيب لعيبة شباب أقول للعيبة الشباب اللي معنا إما لعبوا منتخبات شباب وخدوا بطلات عالم يا إما بلعبوا مع المنتخب الكبير يا إما بياخدوا لسه فراسهم يعني مجموعة يعني أسماء كبيرة جدا بتلعب طيب محتاجين وقت أو محتاجين وقت محتاج خبرات محتاج خبرات كان ممكن نادي الأهلي يلجأ للطريقة الأسهل اللي لجأ إليها بعض الأنديال المنافسة إيه هي الطريقة الأسهل إن أنا روح أتعاقد مع لعيبة نجوم دلوقتي ولعيبة عندهم من الخبرات والكلام ده كله ولكن أتعاقد معهم خارج السيستم يعني إيه خارج السيستم لاعب مثلا وده حصل حقيقة يعني يلاعب مثلا طلب 5-6 مليون أو 7 مليون في كرة تليات هل النادي الأهلي دي سياسته أتعاقد مع هذا اللعب هل دي سياست النادي الأهلي لا يعني أنا دلوقتي لو جبت لعب بـ 6-7 مليون هل يعقل إن لعب يلعب معايا بياخد هذا الرقم واللعيب اللي جنبه وفي لعب معاه في المنتخب ولا يقل أهمية عنه ياخد نص الرقم ده الحكم دي كنته طيب الأنديال المنافسة عملتك تخترت الطريق الأسهل إنها تجيب لعيبة اللعيبة دي أرقامها عالية جدا 2-3 لعيبة أكسب بطولات دلوقتي أو بطولة أو اتنين ولكن على اللونج رون لا هيبع عنده أزمة الحاجة التانية مش بس الأزمة هتبقى في كرة اليد طب الفرق الأخرى أنا عندي سلة وعندي طايرة وعندي فيهم نجوم ولعيبة برضو تراز أول ولعيبة مطلوبين هل هتديهم 6-7 مليون زي ما بدي اللعب النجم اللي جبتوا في كرة اليد لا طبعا فإذن ممكن أكسب لعب ولكن هخسر الفرق وهخسر اللعيبة النادي الأهل اختار الطريق الصعب واللي يتماشى مع السيستم بتاعه وما بدقه إيه السيستم الصعب إن أنا أعمل الفرقة وأبنيها ومع بناء الفريق أكسب بطولات افتكروا كلامي ده يا جماعة وخليكوا فاكريني الأهل إن شاء الله هتسايت كرة اليد خليكوا فاكرين كلامي ده أنا بأمانة شايف الفرقة ماشية في الطريق الصحيح مش أنا اللي بقول اللي بقول خبراء اللعبة واللي بيقول النتائج كمان إن أنا أكسب بطولتين من أربعة دخلت فيه وأنا بابني الفريق مبالك بقلة والفريق ده اكتسب الخبرات واكتسب الفنيات اللي تخلي بيقدر في آخر خمس ست سواء يخلص بطول الفرقة بإذن الله أو فريقنا ده هتسايت وخليكوا فاكرين كلامي ده أنا شرحت لكم الوضع ماشي زي في كرة اليد والنادي الأهل اختار أني طريق اختار الطريق الأصعب الأحسن وكان الطريق الأسهل التعاقد مع لعبين أسامي كبار أكسب بيهم دلوقتي ولكن عن لونجران هقصر اللعبة اللي جنبهم في كل الألعاب وهو ده النادي الأهلي دايماً ليه نظرة وصدقوني معمره الوقت بتبقى نظرة النادي الأهلي هي اللي صحة